أخبر الله إحنا بال2018 اتزم الأردن بمصفوفة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الجذرية مصفوفة على مدى خمس سنوات تتعلق في كل ما يتعلق في الاقتصاد والاستثمار وبيئة الأعمال وبدأنا بتنفيذها ما قلناه اليوم لشركائنا أن النتائج والحمد لله بدأت تظهر الصادرات في زيادة حوالي 10% في 2019 لماذا؟ لأن سهلنا الإجراءات التجارة الحرة فعلناها وحفزنا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السياحة بإزدياد حوالي 9% أيضا لأننا سمحنا لشركات الطيران منخفضة الكلفة فقطاع السياحة والتوجه نحو مناطقنا التراثية عظيم النمو اللي عم بيصير في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات نمو هائل في الأردن قطاع العقار خفضنا رسوم العقار الآن تبادل الوبيع وشراء قطاع الأراضي ارتفع 80% والشقق لأكثر من 180 متر ارتفعت 133% فما نقوله أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي أكلها ونحن ما زلنا في السنة الأولى من نقيم السنة الأولى من الخمس سنوات يمر الأردن والكل يعلم بظروف اقتصادية وليس الأردن لواحده العالم كله يدخل في أفق غريب جدا أو في نفق في نفق غريب جدا لا يعلم إلى أين المشهد الاقتصادي سينتهي الأمر الموضوع في ضبابية كيف الأردن استطاع مع هذه الظروف والتوقيت برنامج الإصلاح لديه أن يتوافق يقلل قدر الإمكان من المديونية ويسعى أيضا لاستثمار وتحقيق النمو أظن الأردن في مئة سنة عصيبة تعلمنا كيف نحول التحديات إلى فرص ونستفيد منها ونقلل حجم الضرر عندما يحصل ذلك لذلك لدينا الحمد لله أمن وأمان يتطلع له المستثمر لدينا قدرات شاب مثقف عالية المهارة المستثمر لا يحتاج المستثمرين يقولون أننا بخلال شهر واحد الشباب يكونوا تعلموا وأداءهم يكون رائع فهناك فعلا ما يميز الأردن على مدى السنوات الأردن يعد منصة للأعمال والشراكات وأيضا ربما مجموعة من الصناعات تكلفة التشغيل في الأردن تعد بالمتوسط هي أقل من المتوسط بالنسبة للدول الأوروبية والدول الأخرى كيف سيستفيد الأردن اليوم ربما من فرص الاستثمار في بناء مصانع وأيضا فتح شركات جديدة تماما هو أكبر تحدي أمامنا أنه في العقد الماضي تراكم عدد كبير من شبابنا المتعلم خرجين الجامعات والمعاهد التواق أنه ينخرط في سوق العمل صار في عنا كم كبير وبالتالي البطالة عالية ورغبة الشباب في العمل هائلة فبالتالي كل ما عم تفتح يعني مثلا أعطيكي مثال الـ Business Process Outsourcing الخدمات اللي منقدمها للشركات خارج الأردن تحدث بسرعة فرص عمل لشبابنا وشاباتنا 33% من العاملين في هذا القطاع من شاباتنا الأردنيات وعلى مستوى عالي فهذه فرصة وشبابنا مقبلين عليها بكل قوة ونحن ندعم بالعكس الآن صار عنا سياسة تحفيزية للمصدرين وللمشغلين للشباب الأردني وللمستثمرين في المحافظات كلها حوافز نعيد لهم جزء من ما دفعوه من ضريبة بفيضوء هذه النتائج وهناك تجاوب وحتى أنا التقيت في مجموعة الوزراء المشاركين مع حضرتك في الجولة أيضا في دافوس وعلمت أن الأردن يقدم منصة حيوية آمنة من قاعدة بيانات لبناء الأعمال فيها المنصة اليوم التي يقدمها الأردن للأعمال من ناحية شبكة الأمانة التي يوفرها لقيام الاقتصاد التشاركي وغيرها هل تجدها في المراتب المتقدمة؟ الأردن انتقل في البيئة الأعمال انتقل مرة واحدة 29 مرتبة كان في المرتبة 134 في قدرة الحصول على التمويل اليوم هو رقم أربعة في العالم فالانتقالات التي صارت في التعليم عن امتحان البيزا تحسن هائل لدول الأردن من أفضل ثلاث دول في العالم في النقلة التي عملها فالحمد لله عم نجد أنه لما عم ناخذ القرارات الصحيحة عم نشوف نتائجها ولكن احنا مدركين هذا مشروع بده خمس سنوات فدائما منذكر مواطنيننا أنه بس يصبروا معنا شوي ويحملوا معنا شوي وإحنا ماضين إن شاء الله وإحنا صابورين للأخير معك شكرا جزيلا لك دكتور عمر رزاز رئيس الوزراء الأردني شكرا لك كل التوفيق شكرا نختار الله وإحنا فخرين فيكم شكرا للسين بي سي العربية